السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغربة نتمنى الله يكون فيكم بخير وعلى خير وفي صحة جهيدة مباشرة من قلب دور الصافيح هذه الأثناء بمدينة تمهرة كما كعرف الجميع نقلنا لهم عز وعدي العملية من اليوم الاثنين صباحا منذ ساعة مبكرة الأرقام جاوزات 80 بالراكل اللي مشت اليوم كان واحد الإشكال كانت منهم ما يعود شطحوا في الناس اللي مكي يكونونش داخلين في العليست وكي يمشيوا عند النوطيرة وكي يلقوا رأسهم وخصوا مية سنة وربما تقدرت لنصيهم من النوطيرة باش يمشيوا البروجيت قدر يبقى وحوجهم محطوط عندما هذا إشكال كبير وقع للناس اليوم كانت منهم ما يتعاودش هذي من جهة فيما يتعلق بعملية الهادم اليوم غدا تولتاء غدا تولتاء وش هتكون عملية الهادم ولا لا عملية الهادم مستمرة وان شاء الله هذي تكون في دوار الحارج وناصر وصدي هذي أولاد نطع الغربية صدي محمد الشريف باقي هذا هو اللي كاين في انتظار ان شاء الله ينضافوا أماكن أخرى ان شاء الله كناتروا على أماكن أخرى كناتروا على ملحقة الإدارية الأولى كناتروا على ملحقة الإدارية التامنة التالتة اللي ان شاء الله في مستقبل الأيام غد يلتاحقوا بعدما ندوزوا من سيكتور جوجو ثلاثة الاربعة والخمسة والستة والسبعة وندوزوا الواحد والثمانية نتمنهم الله الخير نتمنهم الله أن الأمور نتمنهم الله أن الأمور تمشي في الطريق الصحيح بالنسبة العمليات لهدم دي الغدة هذي تكون فيها ان شاء الله كذلك أزيد من ثمانين براكة كناتروا على أرقام اللي هي صراحة أرقام كبيرة ثمانين براكة ثمانين شقة هتتحل الغدة في الباساتين بين سيكتور جوجو ثلاثة وكان هضروا إلى ثمانين أسرة اللي كلها أسرة تكون من ثلاثة أربعة وخمسة الأفراد ولا أكثر كنتمنهم الله أن السلطات المحلية الأسرة اللي كانت تكون من ثمانية الأفراد أو عشرة لا يعقى لي يأخذوا الشقة نتمنهم الله أن السلطات المحلية تأخذ بعض الاعتبار خصوصا الناس والشباب اللي وصلوا لسن الزواج وربما الظروف دي البراكة اللي خلاتهم يتزوجوش الظروف دي البراكة اللي خلاتهم يزيدوا يصبروا لكانتمنهم يكونش التفاتة في حقهم حتى هما المرأة المطلقة صحب الشيكايج وصفة عامة صحب الشيكايج وصفة عامة ما يدر شي تشوي الخير شاء الله في راسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم اشتركوا في القناة